اشتركوا في القناة وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم عن بعد برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد أهل خليفة أكد المجلس أن ذكرى ميثاق العمل الوطني هي ذكرى غالية شكلت منعطفا مهما في تاريخ البحرين الحديث حيث تجسدت فيها رؤية القائد الحكيم وتضافرت فيها جميع الجهود خلف قائدها لتبني نهضة تنموية شاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وفي سياق آخر نوه المجلس بالدور الكبير الذي تطلع به قوة دفاع البحرين إلى جانب القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى لصون المنجزات الوطنية والمكتسبات التاريخية والدفاع عنها بعد ذلك أشهد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بالصلاة في الجوامع والمساجد ودور العبادة وأكد أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس ما توليه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام ببيوت الله تعالى وإيمان بأهميتها في النفوس كما ثمن المجلس توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة ويتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع وفي سياق آخر أدان المجلس الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي استهدفت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة